اشتركوا في القناة في هذا اللقاء أن نعرف رأي فدراليات اليسار ورأي مصطفى الشنوي في هذا الموضوع سيشنوي مرحبا بك مرحبا وشكرا على الاستضافة مرحبا سيشنوي لماذا بنيتوا هذا القرار وأننا في فدراليات اليسار أولا منذ أولا مناظرين مناظرين في حزب وفي فدراليات اليسار اللي عندها عندها مبادئ وعندها مواقف لمشرفة تدافع العدلة الاجتماعية على دولة الحق القانون على المساوات بين المواطنين على العيش الكريم جميع المواطنين وبطبيعة الحال ضد الفساد وضد وضد الاستبداد بجميع أنواعه وتحديد الصلاحيات وتحديد السلطات وفصل السلطات تشعر لشينا كنا نطلبه دائما ومازال بتغيير دستوري في هذا الإطار بطبيعة الحال نحن دائما كنا نحاربه جميع مظاهر الريع والامتيازات واعتبرنا قبل وفي خطاباتنا وفي أدبيتنا يعني ما شي تدخلنا للبرلمان أنه المعاش ديال البرلمانيين مثلا ولا المعاش اللي يأخذوا الوزراء ولا امتيازات من هذا النوع ولا القريم اللي كالتعطاب يعني واحد العدد المظاهر ديال الريع منها هذا المعاش ديال البرلماني اعتبرنا بأنه هذا غير غير مستحق شي حاجة غير مستحقة ومالذي تنقول دوت الحق والقانون وخص المساوات بالمواطنين قسيكون وبالتالي طالبنا بهذا شي قبل طرحناه قبل في أدبيتنا ولكن من لي وفي نفس الوقت من لي يعني في زناف المتخابات وتطلط الفرصة باش نقولوا هاد الكلام قلناها داخل القبة للبرلمان وإحنا كنا أول مطرح هاد المسألة ديال إلغاء ما كنتكلم مش على تصفية كنتكلم على إلغاء المعاش ديال 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 البرلمانيين في الغرفتين بجوج يعني ما يبقاش معاش غتقول لي يا علاش علاش معاش البرلماني إنه معاش يعني كيف ما هي يعني مصطلح أو مفهم لمتداول دوليا هو يعني أنه هو واحد كياخد الأجرة وعند الراتب هو المعاش ديال التقاعد من بعد ما كيتقاعد والتقاعد مرتبط بالعمل وكان عرفوه في الوظيفة العومية ولا في القطاع الخاص مثلا عندنا في المغرب موظف باش يكون عنده الحق ياخد يستفيد من التقاعد خلصه يشتغل قبل كان 21 عام هادك إصلاح ما يسمى إصلاح زيادة في السن اللي زاد بن كيران ولات 24 سنة إلا كان راجل و18 لسنة 15 ولات 18 سنة إلا كانت مرأة عاد عنده لحق يستفيد من التقاعد إلا خرج غير شهر قبل كياخد واحد الجزء من الرصيد اللي كان يساهم به من غير لابارد بالتالي وبالتالي في القطاع الخاص كذلك باش يستفيد الواحد من حق تقاعد 5540 يوم ديال العمل باي يكون عنده الحق احنا غنشتغل خمس سنين في إطار مهمة نيابية انتخبنا وتواحد ما فرض علينا ندخل البرلمان يعني بمحض إرادة هنا التنظيمة السياسية ديالنا والفيدرالية وغد يطالبون بعد خمس سنين مباشرة من يسالهم بواحد المعاش اللي بقام مدى الحياة هذه غير مقبولة يعني كان أعتبروه ريع الآن التساة تقولي الآن بأنكم طالب تبع إلغاء المعاشة المعاشة البرلمانية ديالنا بمشاة الخطوة أخرى هو تصفية ديالة الصندوق أصلا هنا كما يقول بأن الأموال اللي نفات الصندوق بعد تصفية دياله يعني يتوشي خزينة الدولة عاوضا ما ياخذو البرلمانية اللي الأغلبية فيهم يعني عندهم التروة وعندهم إمكانية مادية هو أولا بعدها باش نعود نضبط هذه المسألة هو احنا طالبنا بالإلغاء ديال المعاشة لأننا كان اعتبروه بالفعل ريع وكان طالبنا مثل الوقت بالإلغاء ديال المعاشة ديال الوزارة لأن معدام يعني يبقى قريب 40 الفدرهم مدى الحياة لأنه كيف ما قلت اعتبر نريع ولأنه من ناحية القانونية والأخلاقية غير صحيح ثانيا طالبنا بإلغائه وكان اعتبروا بأنه منذ البداية كان خطأ أنه يدار معاشة البرلمانين الآن هذ الناس اللي كيتكلم ديال بعد تصفيات فورد عليهم هذا الموقف نحن روضعنا المشروع وللمقترح للقانون في يونيو 2018 كهيت كيلة يقول تقربت أنت غابت هذا وما عمر شي واحد داخل القبة ترح مقترح قانون ديال إلغاء المعاش تفرض عليهم واحد إقع جديد مع الرأي العام الوطني كذلك والوصائل الاجتماعية تفرض عليهم أنهم يمشيوا في هذا الخط يتكلمون الآن عن صفية وكيف الرئيس المجلس في الصراحة ديال ولا البلغ ديال والبارح حيث توازونات ديال الصندوق تقصد نحن لا نعتبر ذلك نحن مسألة ماشي مسألة توازونات مسألة مسألة مبدأ وحتى هذا شي لدار منذ زمان كان خطأ يعني لنفرض أنه كان الصندوق بخير وفيه فائد غادي نقول المعاش تبقى لا نحن ضد المبدأ يعني نحن مسألة ضد يعني يكون معاش وبالتالي إلغاء دياله تانيا باش نجاوبك على السؤال تصفية تصفية ما معنى حيث الصندوق هو صندوق خاص يعني خاص بشي خاص يعني تابع السيداجي ولكن عنده ضوابيط وعنده قاون وصندق كل هاللي كتحصل المساهمات كتخليها كالدخار كالدخار هاد المساهمة هذي يعني كتبقى إما كتروجها في الساحة المالية إما ولكتخلص بها المعنيين إلى خرج التقاعد فهذا الحالة هذي من اللي كتكلمه مع التصفية والمشروع المخترح قالوا اللي جيبوا واحد الفارق أغلبي الفارق يعني الأول في البي جي دي تيقولوا خص الفلوس ترجع للنزير هذي تهي فكرة غالطة ومشي صحيحة علاش إنه حنا فضل الأزمة ياك هذا الفلوس خصم شي شي جهل محتاج البلاد دابك تضر بزعب عارفين واحد العدد المهان تضرات عارفين قطاع الصحة خصوا إمكانيات وهذا الفلوس على الأقل اللي غاديش تقولوا إنه مخصوم شي بقوا عند الصندوق ماشي من حق وحافظ عليهم مخصوم شي يعطيهم لشي جهة مبغي ناش يردهم حنا فتقدرنا مخشد الفلوس يردهم يعني المعنيين بالأمر وإلا غير نوع آخر من الريع يعني ولماذا لا تحفيز العاملين بقطاع الصحة ولثمان يقول بأن كل هذه الدعوات هي دعوات شعبوية ودعوات تجيق بالانتخابات لكي كل حزبي ينمي الرئيس الانتخابي دياله نعم أولا كيف ما قلت في البداية حنا وضعنا وضعنا المشروع ولمقترح قانون 2018 يونيو 2018 ودبعاد جايكي نقشو حتقربت انتخابات همالكي مرسوا الشعبوية علش قلوه ما مرسوا اللوكي القانون النظام الداخلي ودوصول كيتكلم على أجل اللي كيتطرح مقترح كي خصوية تعرضي على اللجنة وخصوية تناقش تقبلوا الحكم ولا ترفضوه ويدوز بتصويته لأخير تانيا تانيا هاد شي اللي يتم البالع هاد البهرجة كلها باش يخرجوا هادك البالاغ بأنه وراء تصفية اللي دغدغة عواطف الناس حت لان رمدار والو المواطنين يفهموا إلا حدود ليهم بكينوالوا هادا اتفاق بين رؤساء الفرق أما المسترى هي مسترى قانونية اللجنة تبت وتحسن المقترح قانوني لجاء والمقترحة القانون اللي كينغسة تسعب والمقترح دي أننا نحن يتناقش ويصوتوا عليه ضد وليصوتوا مع أشخاص وماذاك تفقين وعادي يجي الجلسة العامة من بعد سويت وتناقشوا الجلسة العامة ويمشوا الغرفة الأخرى كذلك هاد يمكن تكلم على إلغاء أسميته أما لحد الآن الخطب اللي كيمارسوا هاد الناس والأسلوب اللي تعملوا به لحد الآن هو اللي شعباوي أما احنا هذا موقفنا قبل ما ندخلوا على القبة منذ زمان لأن احنا مناضلين في عواجهات كثيرة سياسية ونقابية وجمعوية ومشي اليوم عاد غادي نقول هذا الخطب خطبنا معروف وبالتالي هما دائما من اللي تنحرجهم شي موقف تقولوا أنتم شعباويين ودبا الشعباوية مبقاش تسترغل علينا احنا تسترغل على جميع جميع المغاربة جميع المدونين جميع أي واحد يكسب في الفيسبوك رأوا الله شعباوي علشان أنه ينتقد الحزب الأول والسياسة الحكومة مع الأسفل ما تتشوفوش بأن كالسؤال آخر سيشناوي ما تتشوفوش بأنك الدعوات على إغاءة على المعاشات والبرلماني لأن الحزب لديهم لديهم جميع المنادين وفي التاريخ لم يكنوا ملادين كثيرا لذي كانوا في البرلماني يعني لم يكنوا شهد الهم البرلمانيين لأحزاب أخرى تخلقت النقاش والأحزاب أخرى ومثم لم يكنوا لأتقل لا لم يكنوا لأن كما قلت نحن مرتبطين نحن لا نتعامل ومعطارين بمبادئ وبمواقف الفيدرالية وما يمكن نزوغوا عليها ونزغنا على أخصة مشوب عنا وغادي ما رسوا هذا ما رسوا الناس في أحزاب أخرى تقولوا كلام قبل ما يدخل القبة ومن يدخل القبة تقولوا خطاب آخر كل شي زوين لا الكلام في وجهة أخرى لأننا ننظر في الشارع وفي المجتمع المدني وفي النقابات وفي البرلمان كذلك كمؤسسة وبغينا نعطيه قيمة لهذه المؤسسة لفقدات المغاربة فقدوه من النتيقة بالعكس بغينا نبينه المغاربة بأنه ممكن واحد واللاجج واللعشر يديره بالزاف إلى بغاور خير للبلاد وفكره في مصلحة البلاد قبل مصلحتهم الشخصية شكرا السيش نووي الذي ظلت الموضوع المعيشة البرلمانيين اشتركوا في القناة